بهذا المقهى يحتفظ العم مختار بذاكرة الإنسانية أجهزة راديو بمثابة تحف فنية تختزل سنوات من عمره قدها في المهجر كان خلالها المذيع أنيسه ورفيق دربه ومعلمه لطالما اجتمع مع رفاقه لينتقل عبر الأثير بين كنوز إذاعية ما تزال في الذاكرة وتحمل حنينا في أعماقهم وسيلة الوحيدة في الإرشاد الفلاحي في الإرشاد الاجتماعي في الإرشاد الصحي أروا المذيع عنده وعنده وعنده قيمة كبيرة بل كان يثق فينا كان المعلم بعد المعلم وكنا نلوجه على أكبر راديون يجبد الأخبار وأكبر راديون فهمني كما بي بي سي وكنا نلوجه على الشرق الأوسط وأكبر راديون كنا لو أعليش نقول أكبر ومشي الفكرة يعني اللي نجمه نجمه بي تونس هي مائة وسبعون جهاز راديو بأحجام مختلفة وأشكال أنيقة يعتني بها العمو مختار كي لا تفقد أصالتها وعراقتها استطاع من خلالها أن يؤثث متحفا لا يرتاده زبائن المقهى فحسب بل الباحثون والمثقفون نتفكروا فيها أي ماتنا نتفكروا فيها جدودنا نتفكروا فيها معناة الإنسان الشيخ يخزر يشوفه في الراديو وشوفه في الحاجات البيعية المنتزة يتفكروك في الحاجة القديمة حنفسيك تشوف الإذاعات والراديونات القديمة هذين ناس جي تبقى أغلبيتها تعمل ندوات وتعمل قاعدات ثقافية يجلبها لي هالديكور المزيان برشة ناس يجووا يحب يوخوا قاوة يدخل يعجبوا ديكور يرجع يجيب مرته يصور فهمني والحمد لله رب العالمين عبارة متحف عبارة متحف ونشكر الأكاديميين بتاع ابو حجلة والمثقفين بتاع ابو حجلة يعملوا في محاضرات هنا كل ثلاثة أربع شهور يجووا يعملوا محاضرة ورغم تطور وسائل الأعليم وتنوعها متزال الإذاعة أداة اتصال قوية ونقطة مركزية لحياة المجتمع تصل إلى الجمهور على أوصع نطاق في العالم